السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان والأخوات الكرام مرحبا بكم في حلقة جديدة من أخبار إيطاليا الحلقة ديت اليوم 16 في شهر تسعود غادي نطرق الخبر الرئيسي اللي واقع في إيطاليا خصوصا في هاد البوميريجو هو سقوط طائرة تابعة للقوات الجوية الإيطالية طيارة إخوة اللي طاحت غا نوريكم الفيديو اللي كيواتق اللحظة ديل سقوط ديالها وهات السقوط تسبب في وفاة طفلة صغيرة عند خمس سنوات غا نتكلموا على أشنو اللي وقع كيفما أنه غا مشون تكلموا على الخيطاب اللي دارت جورجا ميروني البارح في الليل وجهاته للمهاجرين بخلاصة العبارة بحالة بغا تخلعهم باش ما يبقواش نطالقوا نحو إيطاليا قاتلهم ما شف الصالح ديالكم أنكم جيوا لأنه في الانتظار ديالكم المراكز ديال الترحيل اللي هم بحث السجون وكذلك الطرد نحو البلدان ديالكم الأصلية غا نوريكم أشنو قالت وأشن هي الأشياء الأخرى اللي وقعت سياسي دائما في هذه الفقرة غا مشون نشوف الجديد ديال البونوس ديال البنزين اللي في 80 أورو هو بونوس اللي على حساب ما كسبت صحيفة لاريبوبليكا وصحف مهمة إيطالية أخرى غربما غا نتأكدوا الحكومة من هنا يلخر ديالها تشهر وإلا كان غا نتكون 81 أورو شهريا غا نتشارج الناس اللي عندهم كارتا سبيزا غا نشرح لكم التفاصيل كيفما أنه غا نتكلموا يا إخوان على تريفيزو وفاة مغربي شاب لإسم دياله أيوب إترا واحد الحديث ديال السير اللي كانت لبارح في الليل الله يرحمه وتعزين العائلة دياله وغا نتكلموا يا إخوان على طرد مغربي تهوية شاب من مطار بولونيا إلى مطار الدار البيضاء وكان مرافق كذلك برجال الشرطة الإيطاليين لوصلوا حتى السلطات المغربية غا نقول لكم السبب ديال الطرد دياله وكذلك غا نشوفوا أخبار أخرى اللي عنده علاقة بالجالية المغربية كتوقيف مواطن مغربي ومواطن إيطالي لقوا عندهم كتار من ميتين وستين كيلوغرام ديال الحشيش غا نشوفوا كذلك يا إخوان أخبار أخرى وكيفما العادة كنبغي شكركم شكرا جزيلا على الدعم ديالكم للقناة والناس اللي كتخلي لايك والناس اللي ممشاركاش الشاركة باش قد توصلوا بالجديد إن شاء الله فهذا الفقر يا إخوان غا نتكلموا على سوقوط طائرة تابعة للقوات الجوية الإيطالية طيارة صغيرة يا إخوان من هذوك الطيارات اللي كيمروا فاش كيكونوا شي مناسبات وطنية كيدوزي يا إخوان من الأماكن اللي كتكون معروفة وكيتلقوا ثلاثة ديال الألوان الأخضر الأبيض والأحمر اللي هم هي الرأي ديال إيطالية هذو الطيارات كانوا في تدريبات يا إخوان بالقرب مدينة طورينو وبالتحديد في سان فرانشيسكو الكامبو اللي كاني يا إخوان في كازالي واللي هي قريبا من مدينة طورينو كان واحد طيارة صغيرة اللي هي إخوان بوني كواترو اللي طاحت من بعد ما أنه على حساب ما كيدوكروا الصحف الإيطالية وغنوريكم الفيديو ربما واحد تسرب يا إخوان ديال الفراخ اللي كانوا طايرين كان أمام طائرة يعني خرجات فيهم وهو اللي تسبف السقوط ديالها وهذا الشي الله يتسرك وقحته في طائرات اللي تقدر تكون يا إخوان ديال النقل المسافرين فهذا الحالة كيف ما غدتشوفوا معي من الفيديو ها هو الفيديو هو هدا يا إخوان لاحظوا معايا طيارات غايكونوا غادين هما هي عشرة ديال الطيارات خمسة زائد خمسة ودائما هما كيكونوا خمسة يا إخوان مني كيكونوا شي مناسبات كانوا كيتدربوا لأنه غدا الدكرة المئوية على التأسيس ديال القوات الجوية الإيطالية غدا غايكون عندهم يا إخوان مئة سنة على التأسيس ديالهم وكانوا بغين يحتافلوا في البيمونتي إلا أنه ستوقع هذا الواقع شوفوا معايا هذه الطيارات غادين يا إخوان هما غادين 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 وحده هناك غادي تطيح هاي شوفوها إخوان هاي غادي تطيح قبل ما تطيح سائق ديالها غيورك على وحد الزر باش الكرسي دياله كيطلع على الفوق يا إخوان شوفوا معايا هو هذا ها هو ها هو هناك إخوان ها هو السائق طار وغايضي البراشيتي إخوان باش إيطيح بيدون أضرار هنا كيف ما جتشوفو معي إخوان طيارة من يجعله في الأرضهاي سيتدركي إخوان ع park سيارة لكانت ميزول بالم signific amanine سيارة اللي كانت في влиل من عائلة من أم أو أب مثل جidedني الأبناء الإبناء واحدى طفل عندها خمس سنين، وطفل عنده تسعة سنين أما الطفل عنده تسعة سنين للأخذات هكبر ،شجر استعداد كثيرا وعلى حسب ما كيشرحوا كذلك الصحف هو أنه الأم والأب تعرضوا لحروق خفيفة دون السبيطار ولكن لو قيت العوقات الواقعة طموبيلي إخوان تززم البلاستة وبقى كالدور مني توقفات الوالدين قدروا أنهم يخرجوا عتقوا الإبن اللي هو يكبر عنده تسع سنين أما البنت اللي عنده خمس سنين على حسب ما كيروج لحدود الساعة ما لقوش كيفاش أنهم يعتقوا لأنه مشعلت العافية في الطموبيل الله يرحمه يا إخوان ملائكة هادرية مازال صغيرة الله يدير شيتو ديات الخير وصراحتان حادثة اللي إخلات أنه أولا لإحتفالات اللي كانت غا تكون هاد العشية أغدا غادي تلغى يعني ما بقوش غا يديروها ناهيك على أنه يعير ليوم هادو وتاني تحادثي إخوان ديالطائرة اللي كيوقع في مدينة طورينو ببحدة طائرة صغيرة خاصة ديالجوج ديالأشخاص اللي كانوا طيريني إخوان فوق السماء ديالطورينو لو قيت اللي بغيوا نزلوا في المنطار ديال المدينة نزلوا طوال بزاف ولذلك مقدروش أنهم يفرانيوا في الوقت اللي هوية يقدروا يفرانيوا بأمان والطيارة ديالهم بقات غاد حتى خرجت في الماء طبيعي تحالي إخوان الناس اللي كانوا راكم الموقع لهم وانو وركن طيارة ديالهم خسرات بيستة اللي طحت فيها الطيارة اللي أنه طحت في واحد البيستة سبحان الله إخوان نفسها نفس البيستة اللي طحت فيها طيارة كارغو يعني نقل السلاء في الف وتسعمية والسو وتسعين طيارة اللي كانت طالقات من روسيا وكانت توفى على الإتر ديال 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 طيارة اللي طحت في نفس المكان جوج ديت الناس وطلتاشر جاريح الله يدر الشو ديت الخيري إخوان وهذا الحديث را هو الحديث ديال إيطاليا حاليا لف الصحف لف نشرات الأخبار فهذا الفقر يا إخوان غادي نطرقوا الأخبار ديال الجالية المغربية اللي غادي تكون نوعا ما كتيرا وقبل يا إخوان غادي نعطيكم واحد المعلومة السريعة واللي ربما تفيد بزاف ديال الناس إن شاء الله فهذا الأيام القادمة يعني كنت تكلموا من النهار السو عشرين في شهر تسعود إلى غاية جوج في شهر عشرة غا يكون واحد أسبوع مفتوح للأمراض ديال القلب والأوعية الدموية يعني أوبن ويك خاصة بالأمراض ديال القلب علاش باش تعززي إخوان التوعية وكذلك من أجل تشخيص المبكرة ديال هاد الأمراض يعني حتى اللي مثلا عنده مرض ديال القلب ومعارفوش يكون واحد تشخيص مبكر اللي غا يكون عنده واحد دور كبير كنقول لكم هاد المعلومة لأنه من شمال إيطاليا حتى الجنوب ديالها غا يكوني إخوان 140 سبيطار اللي كيدير تحاليل ولي كيدير فيزيتات مجانية وتقدروا تبشي وتسولوا وتقدروا كذلك تتصلوا بهم كيكونوا كذلك فيزيتات في السبيطار 140 مستشفى 140 نقطة كنفطاليا كاملة كيفما قلت لكم الهدف الرئيسي هو التوعية وكذلك تشخيص المبكر كاللي ربما عنده مشاكل ديال القلب ومعارفاش ولذلك إلا عرفها قبل يقدر يعالجها قبل وما تتأزمش الحالة دياله و الأمراض ديال قبل اللي خستكم تعرفوا رأي إخوان مسؤولة على 35.8% ديال الوفيات في الطاليان بوحده يعني في العالم وفي الطاليان الأمراض ديال القلب هي يا إخوان أكثر سبب ديال الوفيات زيد على ذلك الانساء هم اللي كتوzufوا أكثر وهذا الشي اللي هو يضد الفكرة اللي كي تروش بلا أنه أكثر ناس عرضى لأمراض ديال القلب هم الرجال لا الانساء هم اللي كيموتوا أكثر بهذا الأمراض ديال القلب خصوصا انه الرجال ربما كيمرضوا بكري ولكن النساء كيمرضوا من بعد لانه كيكونوا اخوة الهورمونات ديال العادة الشهرية كيحميوهم لوقات اللي كتتحبس عندهم كيجيهم في بعض الحالات المرض ديال القلب ولكن كيكون صعب على الرجال ولذلك ناس اخوة اللي بدأت تكبر شوية في السن ما فيها بس تحصل وتبشي تدير فيزيترها مجانية باش تلقاوا هات الشي يكفي انكم تكتبوا في جوجل اوبن ويك سولي ملاتيه كارديو فاسكولاري وتزيدوا المدينة ديالكم مثلا تورينو ميلانو بادوفا فيشانسا وهكذا وغادي تلقاوا السبيطار اللي كانوا تليفون في الشعيطو وتسولو وتعرفوا التاريخ اللي تبشيوا بالتحديد را ماشي يعني اي نهار وماشي اي سبيطار نتمنى انه هاد المعلومة تفيد الناس مشوشو في اخوان الاخبار ديال الجالية المغربية وغادي مبداوي اخوان بالترحيل ديال المواطن المغربي اللي في مدينة فيشانسا وبالتحديد في البلدية ديال تياني كان غتاصب يا اخوان وتعدها جنسيا على واحد الشابة ايطالية هاد الشيء وقع في شهر 8 ديكلارات به وتعرفوا عليه رجال الشرطة وبدو يا اخوان كيخدموا على البراتيكة ديالو كذلك مع القنصرية المغربية بطبيق حالي اخوان هاد الشاب اللي عنده 25 سنة مواطن مغربي غتاصب هاد الدرية هو كان تحت تيالي المخدرات وكذلك الكوحول شدوا نهار 13 في شهر تسعود يعني يومين هادي كذلك المطار وتم طرد ديالو الى المغرب وكيف ما كتشوفوا معي هذي الحالة الثانية في ايام وجيزة نبغي نذكركم بالله انه اراه ما كنتطرقش الاخبار ديال الناس اللي كي تم تنقيل ديالهم الى المراكز ديال الترحيل واللي في اغلبية الاحيان كيقدروا يطلقوهم في احيان اخرى كيطردوهم ولكن كنتكلم علي عليا العمليات ديال الطرد الفعلية يعني مني كيجيو البوليس كيديو السيد حتى قدام الطيارة كيطلعوا معها جوج ديالة رجال الشرطة كيوصلوا للمدينة الدار البيضاء وكيرجعوا حتى هذي اخوان تطرد تهواية من المطار ديال مدينة بولونيا فيما يتعلقي اخوان بالمواطن الايطالي اللي عنده 70 عام واللي قتلوا هاي اخوان كانت كتسير واحد لطباكرية السيد اللي قتلوا مواطن مغربي نقدر نقولوا مواطن مغربي ونزيدوا عليها كذلك غابي لانه هات السيد اخوان ما عمرني ما شفت الكالاخ اللي فيه بطبيق الحال السيد اللي ما قادرشي اخواني نفعل مجتمع وحتى الجرائم اللي بغايدير فاش بشا بغايدير واحد الجريمة ديال الصارقة صدق قاتل السيدة هو ما كانت عنده اصلا نييد يال القتيل ولكن غادي بواحد السلاح اللي ما قادرش انه يستعملو صدق ضرب السيدة وتوفاتلي فيده المهم هات السيد عشك نقول عليه غابي لانه تشد شريك دياله السيد اللي هو يشريك معاه في هاد العملية ديال القتل هو مواطن ايطالي بيدون مأوى لاصل دياله من مدينة فوضجة والتافق هو وياه وهات الشي اللي يباني اخوان من بعد ما تشد على انهم غايبشي ويسرقوا بعض الاماكن وحدوها مثلا غنسرقوا هاد الطباكرية نمشول هاد الفرماسيان نمشول طباكرية اخرى وهكذا الطباكرية هي اول نقطة كنخصهم يبدو بها وبدو بها يا اخوان وصلوا بها لانه ودروا فيها الجريمة سيد الايطالي اعطاه المسكرينا اعطاه القوانت يا اخوان واعطاه كذلك السلاح باش قتل اعطاه يعني واحد الموس اه طبا يتحل حاليا بجوجهم يا اخوان مش دودين في السجن تهمة اللي التعطاه الايطالي هي المشاركة يا اخوان في عملية قتل ولكن كسبقة اخف من القتل اللي دار المواطن المغربي المواطن المغربي عليش قلت غابي لانه اخد اوامر من ايطالي بدون مأوى باش بشي دير عمليات ديال القتل اوف المقابل ذاك الشي اللي غاي تسرق غيقسموه بجوج يعني واحد مخاطر بالحياة ديالو باش بشي دير جرائم واحد غايبق يتسنى فيه ويوريه فين بشي يسرق وغاياخد حتى هوية النصف اللي هي دير الشودية الخير يا اخوان باش عارفوا بنا دمرها صارحة لا اله الا الله في حين انه وغان تطرقوا لهذا الخبر يا اخوان اللي تطرقت لي العديد من الصحف الايطالية هو ديال وفاة مواطن مغربي اللي عنده 28 عام واسميته ايوب نبغيكم كاملين انكم ترحموا عليه الله يرحموا يا اخوان وتعزين الحارة العائلة ديالو لكيني يا اخوان في البروفينشا ديال تريفيزو هو بالتحديد كان ساكني يا اخوان في مدينة سمياني والحادث اوقع يا اخوان في فولينا هاد الشاب البارح في الليل مع الوحدة ونص ديالة الليل كان غدي سايقى اخوان السيارة ديالو اللي هي من نوع اودي اودي اكواترو وغاي وصل واحد الكورفا واحد الدورة ياخوان اللي كانت كتدور على اليمن ما عرفوش كيفاش حتى غادي تهرب لي السيارة من اليد ديالو وغيدخل في الطرق الثانية اللي كان جاي فيه اخوان واحد الفان واحد الفارق ونت متوسطة هادي كيف ما كتشوفوا هذه الحادث فهد الاستدام المواطن المغربي اللي كان ركب على الاؤدي غايكون عنده استدام عنيف اموميس الله يرحموا اخ المواطن الايطالي كانت عنده اخوان حتى هواية اضرار ولكن ماشي في خطر الوافاة السيارات اللي كان يجري منوراهم وحده اخوان غليت فراني وهذيك اللي فرانات غليت ضربه سيارة اخرى ولذلك فهد الحادثة التانية ما كانوش ناس اللي عندهم جروح خطيرة الامور كانت على ما يرام الا انه اخوان اسوأ حاجة وقعت هي ذك الشي اللي يوقع على المواطن المغربي الله يرحمه في حين غامشو نتكلموه اخوان على هات الصورة شوفوا معايا هناك نتكلموه اخوان على حج دي المخدرات كبير وكبير بزاف اللي حجزوا عليه رجال الشرطاء دي المدينة روما مدينة روما يا اخوان هاد الايام كتفوا المراقبة على ذك الشي اللي التبزنيز لانه وقعوا شي جرائم اللي عندهم علاقة بهذا العالم دي التبزنيز المهم مراقبين واحد جوش دراري ايطاليين واحد عندهم 23 عام والتاني عنده 24 عام راكموا في الطموبيل غيتبعوهم غيوقفوهم غيلقوا لانه الطموبيلي اخوان فيها بعض الحشيش اللي هو يقليل بزاف وكذلك فيها 24 الف وتسعمية دي الأورو تقريبا 25 الف أورو خاشي نتحت واحد الكوسين المهم غيشدوهم 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 للكوميسارية وغيياخدوهم تليفون تليفون كانوا حاطن في واحد العنوان غادي في الجي بي اس البوليس غيبشول هاداك العنوان بالتليفون وهو ما غادن بالتليفون ديالهم كيوصلهم ميساجات يعني كيقولهم فين تبشيو وفين تسلموا الفلوس قالوا المسيرو الوحد للزنقر غا تلقوا في واحد السيد واقف واحد القنط وديروا واحد طربوش اللون دياله أزرق مني غادي بشوت مماية غيهزو السيدي اخوان غا يلقوه غا يديه تول الكوميسارية وغا يبقاو يوصلهم ميساجات في تليفون قالوا المسيرو الوزنقر الفلان فلانية مشاوليها وقاو رجاء الشرطة واكفين كي تسنو فشي ميساج يوصلهم حتى غا يوصلوا جوج ديال السيارات غا يقولوا ليهم تبعونا البوليس بطبيعة حلي اخوان ماشيين كأنهم كليان ماشي ماشيين بالسيارة ديالهم معلوش نتافقوا وما ماشيينش باللبسة ديالهم مني غايتبعو هاتجوج ديال السيارات غادي توقفوا واحدة وحدة فيها مواطن مغربي عنده مواطن ايطالي 67 عام المغرب سيخرجي اخوان مطموبيل دياله 15 كيلو ديال الحشيش لوقيت اللي غيخرجو الايطاليين اللي هم يرجال الشرطة غاديشدو الايطالي المغرب غاديهروب غايتبعوه وغايتشدوه ومني غيجيو يدروا الكونترول غايلقوه اخوان عندهم 260 كيلو جرام ديال الحشيش كيف مكتشوفوا معاي 260 كيلو جرام ديال الحشيش اللي هي كمية كبيرة بزاف وحجز قياسي للشرطة ديال مدينة روما فهذا الفقر يا اخوان غادي نتكلموا على جورجا ميلوني والخطاب ديالها اللي نشرته البارح في البروفيل ديال الفيسبوك خطاب اللي وجد فيه عدة رسائل اول الالتحاد الاوروبي وكذلك للايطاليين والمهاجرين اللي نوينيجيو والطاليان يعني بحالة بغايت تقول لي موحد تحذير راهب الا ان هدك شركة ناكو في الطاليان مزوينش اخوان جورجا ميلوني كذلك كانت في وحد زيارة لأوربان الرئيس ديال هنغاريا قالت وحد الجملة ليش بدت عليها الصداع وغنشوفوا الجديد ديال السياسة الايطالية سريعا اول حاجة فهذا الخيطاب جورجا ميلوني قالت بلا انه خاص يكون واحد تدخل اوروبي بتنسيق مع الدول ديال الشمال افريقيا باش اننا نقدرو نعطيه اللوجوء الناس في الدول الافريقية اللي عنده الحق انه يجي لأوروبا غايجي بطريقة قانونية يجي يخدم بوريقاته ولكن اللي ما عندهش الحق ما غاديش ينطالق وما خصوش ينطالق وهات الشخص يكون واحد الشهاد اوروبي هذي الحاجة اللولى وطب يتحلي اخوان الدول الافريقية مع مرة ما غتقبل بهذا الاقتراح ولكن هي اخوان درت فيديو للمواطني الايطاليين باش بعلموا الوهم الصافي تاني حاجة قالت بلا انه تونس وليبيا درنا معهم اتفاق ليبيا قدرنا اننا نقلصه لعدد ديت الناس اللي كتنطالق ولكن فيما يتعلق بتونس مقدرناش لانه تونس كتعيش واحد الازمة السياسية وانسانية في الاتفاق اللي درنا مع تونس والتحاد الاوروبي كان على الاتحاد الاوروبي سلم تونس ميتين وخمسين مليون ديال الاورو تقريبا اخوان واحد ميتين وستين مليار مغربية ولكن قاتل يوم الحدود الساعة الاتحاد الاوروبي ما زال مسلمهاش الى تونس خلاصة وهذا الهدرة ما قلتش هي وليكن استينتاج بلا انه تونسين ما كيراقبش الحدود ديالهم مزيان علاش لانه كين تماطل منهم لانه اوروبا بقى ما اعطاتهم مش الفلوس هذا عير استينتاج وقالت كدارك بلا انه عندي ثلاثة ديال الرسائل الاولى الى اورسولة فوندرلاين رئيسة المفوضية الاوروبية قالت هات السيدرها مزيانة وصابقا وفي الماضي كانت مزيانة في السياسة ديالها وقندن حتى هاد المرة هتكون معنا بزيانة وغتجي تدير معايا زيارة الى الجزيرة ديال لامبيدوزا بشوف الحالة المأساوية اللي في هاد الجزيرة وفعلا اورسولة فوندرلاين اليوم قالت بلا انه مستعدة انها تزور الجزيرة وربما غيزوروها غدا هذه الرسالة الاولى الرسالة الثانية وجهتها للمجلس الاوروبي وقالت بلا انه فالاجشماع اللي غيديره في شهر عشر الجاي خاصوا بلا بد ما يدخلوا من اهم المواضيع اللي دارسوها الموضوع ديال الهجرة وكيفاش يتصده لها على المستوى الاوروبي والموضوع الثالث وهنا اللي تكلمت عن المهاجرين قالت بلا انه اي واحد بغي نطالق نحو ايطاليا خاصوا يعرف بلا انه ماشي في الصالح اليالويجي نول يكون فياني علاش لانه اولا هذوك الحرقة كريسكيو بيكم كيطلبوا منكم بزيف ديت الفلوس وتاليت حاجة غيكونوا السجون في الانتظار ديالكم ما قالتش السجون ولكن قالت المراكز ديال الترحيل هذي السياسة اللي بغتشي فاعد الحكومة سياسة اللي صراحتان ديالشي شخص اللي كيغرق وكيتشبس بالاعمال الوحيد اللي بقاليه هو انه يدير التشانترو ديرينباتريو التشي بياري اللي همي المراكز ديال الترحيل اشنو السياسة اللي بغتدير جورجا ميليونيور هاشرحتها قالت غادي نحتافضوا بالناس اللي هما ما عندهمش الوراق واللي غايجيو الى ايطاليا فهذا المراكز الاقصى مدة ممكنة هي 18 شهر عام ونص اما اللي عنده الحق دية اللوجوء ما غنفوتوش معها 12 شهر يعني الى كان واحد عنده الحق دية اللوجوء غايبقت معي الى 12 شهر كاقصى حدو يعطيه الورايقات الى ما عندوش غايحتافضوا به عام ونص ماية ومن بعد غايطردوه رطبية الحلقة لهم اللي غايجيو راكين تدروا هاد المراكز ديال الترحيل والطرد من بعد باش نكون واقعا معاكم جورجا ميليوني قالت كذلك واحد الجملة قالت بالله انه الحالة اللي كتعيش ايطاليا حاليا هي نتيجة ديال الحكومات السابقة اللي مخللوش لنا المراكز ديال الترحيل كتير تقريبا فطاليا من جروب حتى الشمال كنش عشر ولا اتناش وهي قالت احنا غمشوف السياسات ديال انه نزيدو من هاد المراكز ديال الترحيل غنديروهم في مناطق اللي ما تكونش فيهم الكتافة السكانية كتير بزاف وكذلك مناطق اللي كيسهل المراقبة ديال هاد المراكز يعني بخلاصة العبارة غيجي ايطالي بغيدير مشروع غيمشي يقلب على واحد الماكان اللي مثلا كذاير مقديمة ويفتح فيها هاد المشروع وغيكون تنسيق مع البرفيتورة اللي غاتوا لي تعطيه اخوان البوليس يعني الكارابينياري وغاتوا لي تعطيه الناس اللي يحرصوا هو غيتكلب باش انه هاد الناس اللي يقال يوم في نين عسوه في نيباته هو يا اخوان راكي يكون مركز بحاله بحال السجن تتوى اخوان في القرياجات وعدة مسائل عين الفرق هو انه السجن كي يدخلي الواحد الى درش جريمة او انه كي تسني اخوان الحكم اما هاد المراكز ديال الترحيل كي يقدر يدخلي من واحد لانه حارق بطبيعة الحال هي قلت بلا انه سنكتروا منهم باش نقدروا اننا انشدوا اكتر عدد ديال الناس ولكن مثلا هاد العام في ايطاليا دخلت مية وثلاثين الف شخص والعام باقي مسالاش شحال ديال السجن تقدر تدير شحال ديال المراكز ديال الترحيل تقدر تدير رأي الساحلي اخوان انها تشد كل شي هي طبيعة الحال في المحاولة ديال شي شخص يغرق كتحاول انها تخلع المهاجرين باش مينطالقوش ولكن واحد اللي صاخي بروحه صاخي براسه يعني يركف ذاك القوارب ديال الموت حيث تحتك يقول كين امكاني انني نوصل وكين امكاني انني ما نوصلش وعارف هاتش يمق سانع به واحد اللي كيشوف الموت قدامه كيواجهها واش غاي خلعوا كلام ديال واحد السيدة اللي قاسة في واحد البيرو وكتتحلف عليهم لا يا اخوان في حين انه باش رجعي اخوان الموضوع ديال هنغاريا هذا هو اوربان هدي جورجا ميلوني حلفاء كبار مبيناتهم علاش لانهم بجوجهم يمينيين مسطرفين بجوجهم اخوان عندهم ديك السياسة ديال احنا مع الاسراء احنا مع الكنيسة احنا مع المسيحية المهم هما يراهوا ثلاثة الدور كينات طالين حاليا كينا كذلك هنغاريا وبولونيا وهد هنغاريا وبولونيا عندهم سياسات قاسية ضد المهاجرين يعني كيتعاملوا معهم خيب وخيب بزاف ودائما منك يكون شي قانون على المستوى الاوروبي باش يتم توزيع ديال المهاجرين ولا ايش حاجة شكل كي تصدى لي كتصدى لي هنغاريا وبولونيا ولذلك الحلافاء ديال جورجا ميلوني هما اللي مخلينا في هاد المشكل ومع ذلك مشات عنده وفوحد الخيطة باللغة الانجليزية قالت بالله انه احنا يخصنا نحميه الاسرة ونحميه التقافة ديالنا وكذلك الله وهذا الجملة بالتحديد لا حول ورقه واشا إلا بالله إخوان هي اللي قلقات ناس اللي هما يبيدون ديالنا يعني ناس اللي ما كي امنوش وكذلك المسيحيين تيقول لي كيفاش عطاتك نفسك تقول لي احنا يخصنا نحميه الله 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 ما محشاش الحماية ديالنا وكان لي تيقول لي في التعاليق بحال واحد شخص قال لي انا ملحد ما كنقامش ولكن حتى إلا كان شيء لا خصت الحماية أرى ما خصتوش الحماية ديالشخص بحالك انتي عنصرية وعندك سياساس اللي ديال تمييز رطبيت حال إخوان هاد الكلام دار عليها شوية ديال الصدا ولكن بعيدا على الزيارة ديال اللي كانت في هنغاريا غنتكلموا على بونتيدا بونتيدا راكم عارفن بلدية صغيرة يا إخو اللي كان في شمال إيطاليا واللي لاليقا نورد سانويا كتتتضم فيها إخوان واحد اللي قاع كيكون بحالي إخوان الموسم ديالهم كيمشي وتمييزيرين واحد الخشبة كيطيعوا السياسيين يتكلموا وكيكونوا ناس حاضرين تمييز قدامهم كيين الماكلة كيين شرب كيين كل شيء سالفيني إخوان من الخشبة ديال بونتيدا وجه رسائل إلى جورجا ميلوني وقال الناس اللي كانت كتستمع ليه بلا أنه جورجا ميلوني كتدير المستحيل من أجل مواجهة الأزمة ديال المهاجر علاش لأنه كيين ناس خورين في الحزب دياله اللي هي كتهاجم على جورجا ميلوني في هاد الأيام وكيقولوا بلا أنه السياسات ديالها فشلات وخهمة مع بعضياتهم في الحكومة ولذلك هوما كيجرحوا كيفما قلت لكم بالبارح وصالفيني كيحاول أنه يداوي يعني باش تقل أموري إخوان نصف الحكومة مزيانة فهذا الفقر يا إخوان غدير رجوعنا تكلموا على البونس ديال البنزين والقازوال للحكومة الإيطالية أمام الغلاء ديال البنزين والقازوالي إخوان اللي في محطة الواقود اللي بنزين راها قرب الجوج أورو بطبيعة الحالي إخوان كان كان في الأيام الماضية على أنه ربما غيدروا واحد البونس على حساب الدخل وعلى حساب ليزي ربما يكون ديال 150 أورو مرة واحدة فقط ولكن على حساب ما كتكسب صحيفة لاريبوبليكا وكذلك صحف إيطاليا أخرى من بينها وكالة الألباء لانسا كتقول بلا أنه البونس غيكون 80 أورو شهريا ولكن هاد الشي غد يتأكدوا الحكومة أو تنفيه وهذا الهضر على هذه الحكومة من بعد ما أنهم يخرجوا واحد الواسية اللي اسميتي إخوان الداف اللي هي واتيقة اقتصادية غادي تخرج نهار 27 في شهر تسعود من بعد هاد الواتيقة الحكومة غادي تأكد هاد المعلومات وعلى حساب معلومات أخرى اللي اتنشرات هو أنه غاي شارجي و 80 أورو كل شهر في الكارت اللي اسميتي ديديكاتاتي واللي هي الكارت اللي تعطاتي إخوان في ذاك البونوس ديا سبيزا يعني الناس اللي استفدوا من 382 أورو اللي تعطاتهم في هاد الأشهر الماضية غايستفدوا كذلك إلى الدار هاد الشي وباقي ماشي رسمي يعني باش نسطر عليها ألف مرة غادي الدار إلا بقت الأمور هاكاية واحد البونوس غادي تحط ليهم ديال 80 أورو شهريا باش يديروا المازوته لسانس لمدة دي الأشهر شحال الله أعلم محد المازوت غالي ره ربما غيبقى هاد القانون وطبع يتحل غالي الدار يعير للناس اللي عندهم ذاك الكارت وكيستعملوها يعني ما غيعطيوش الناس كاملين ولكن يعير هادوك الناس اللي حدتهم البلديات وكذلك اللي ينبس وعلى ذكر هاد الناس اللي سمت تحديد ديالهم را كاني إخوان في ذاك اللوائح بزاف ديال الظلم بزاف ديال الناس محتاجة وما دخلوش في ذاك اللوائح وناهيك على أنه كل بلدية وكانت كتتحدد ناس خاصين كين بعض البلديات اللي ليزي ديالهم مفاتش 4100 ديال الأورو يعني مثلا بلديات نابولي راه الناس اللي دخلو كلهم عندهم قل من 4100 اللي عنده 5000 في ليزي مدخلش وخلي زي دياله نازل وكين بلديات أخرى اللي الناس عنده 7000 أورو في ليزي ودخلات علاش لأنه مناطق في الشمال والدخل ديال الناس أحسن ولذلك ليزي كان وصل الى 7000 في ذاك البلدية القانون تيقول ليزي خص يكون 15000 ولكن ميمكنش أنهم يدخلوا 15000 في ذاك القانون كامل المهم إجمالا هذا هو الجديد اللي كان في هذا القانون على حساب ما كتقول الحكومة غيستفدوا منه حوالي مليون وثلاثمائة ألف عائلة ولذلك ركنتكلموا على وحد كمية ديال الناس قليلة وقليلة بزاف نذكركم بلا أنه الوعود ديال جورجا ميلوني هو أنه كتكتقول الناس صوتوا عليا ولو قايت اللي غادي نطلع غادي نقص من الرسوم ديال البنزين وديال القازوال لو قايت اللي طلعت حيدات سكونت اللي كان دير دراقي وذا بالبنزين راح نشيف هنا في نواصلة أما الناس اللي كانتكتقول لهم غادي نساعدكم ما غا تسا هم شو غادي تساعد عير واحد الفئة قليلة فقط أنا مع أنه نعونوا عير الناس اللي محتاجين أنا كنقولها دائما في الفيديوهات معند التشي معنى أنه تعون واحد السيد اللي هو لبس عليه بش يدير المازط وليسانس ولكن ماشي بهالطريقة لأنه الناس اللي محتاجين راهم كسار من مليون وثلاثمائة ألف عائلة راكين ناس خراين اللي مداخلنش فاد الكارطة ديديكاتات تي ومحتاجن إعانة فعلا ما خاصناش نعونوا كل شي ولكن تاني ما نعونوش واحد طبقة صغيرة فقط نعونوا أكسر اشتركوا في القناة